مشاهدي الفضائية الشديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الأخيرة لهذه الليلة أدى صباح اليوم أربع من الأعضاء الجدد بالمجلسة الدستورية القسم أمام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو بحضور رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية المزيد في تقرير الحبيب حامد بحضور معالي رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ووزير العدل حامل أختام المكلب بحقوق الإنسان والمستشارين برئاسة الجمهورية والمحكمة العليا والمجلس الدستوري وبحضور هيئة كبار المحلفين بالمحكمة العليا يترأسهم سمير آدم النور رئيس المحكمة العليا وكذلك بحضور رئيس المجلس الدستوري سيد محمد أحمد شكو أدى صباح اليوم أربع عضاء الجدد في المحكمة الدستورية القسم أمام فخام الرئيس الجمهوري أدريس ديبي إدنو والأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم في المجلس الدستوري بقرار رئاسي يحمل الرقم 525 الصادر عام 2017 وقع عليه فخام الرئيس الجمهورية بدأت المناسبة بقراءة المرسوم الذي يقضي بتعيين الأعضاء الجدد في المجلس الدستوري من قبل كاتب المحكمة العليا والأعضاء الجدد هم أشتا محمد صالح أحمد أجري محمد أدم حسب النبي وركي جي جيم جي باي وبعدها قدم المدائي العام للجمهورية كلمة شكر لكل الحاضرين بينهم فخام الرئيس الجمهوري أدريس ديبي إدنو الرعي والضامن لسيادة تشات والقضاء وثمن المدائي العام الدور الريادية الذي وصلت إليه البلاد بفضل فخام الرئيس الجمهوري أدريس ديبي إدنو والذي أعطى للقانون مجالا واسعا تمخذ عنه ميلاد مؤسسة الجمهورية وخاصة مؤسسة القضاء في تشات وأقلنا المجلس الدستوري يعتبر مثالا واضحا لوجود الديمقراطية في تشات وأخيرا قدم شكره لقوات الأمن والدفاع والتي تبزر قصار جهودها وتسهر الليالي من أجل تأمين المواطن وسلامة البلاد وأخيرا طلب رئيس المحكمة العليا السيد سمير أدم النور من الأعضاء الجدد المثولة أمام هيئة المحلفين وأمام القائد الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وفي الختام هنأ فخمته العضاء الجدد للمجلس الدستوري كما صفح فخمته عضاء هيئة المحلفين وعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا اشتركوا في القناة